دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونر والدول والمؤسسات الدولية المانحة إلى زيادة حجم الدعم المقدم للوكالة حتى تتمكن من الاستمرار في مساعدة ما يقرب من خمسة ملايين ومائتي ألف لاجئ فلسطيني في الشرق الأوسط وأضف المسؤول الأممي خلال مؤتمر صحفي أعقده في منطقة البحر الميت اليوم أن العجز المتوقع في موازنة الأونر والدول العام المقبل يقدر بنحو 81 مليون دولار مشيرا إلى أن السياسات التي وضعت لتقليل من العجز هي سياسات تقشفية عملت بها الدول المانحة وفي رده على سؤال وجهته رؤية نفى المسؤول الأممي أن تكون الأمم المتحدة تسعى إلى تعريب قضية اللاجئين الفلسطينيين كما تدعي بعض الجهات مبينا أن نسبة الدعم المالي التي تقدمها الدول الغير العربية بلغت 70% من إجمالي موازنة الأونر البيئة الصعبة التي يعيش في خضمها خمسة ملايين ومئتاء الفلاجئ فلسطيني يواجهون صعابا يوميا تكاد تكون أزمة وجودية للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط بطبيعة الحال كل العالم يركز على الأزمات المتتالية في المنطقة سوريا العراق ليبيا اليمن بالإضافة إلى الأحداث المأساوية الصعبة في بيروت وفي باريس ولكن هذا لا يجب أن يتم عن طريق إهمال ونسيان وتحييد ملف قضية اللاجئين الفلسطينيين اشتركوا في القناة